قدي ستيليتو كان محطة بصم لا اسم مريد تحرب بالتمثيل ولا لا أكيد لا لا هلأ بعد ما أطع هلأ للأمانة هو انتشاره كان كتير واسع هو مسلسل يعني القيمين عليه واللي مثلوا فيه نحنا مقول لا يتكرر يعني اعتبروا مثل ظاهرة لأنه في بطولة جماعية وفي بطولة جماعية نجحت كان في كامستري كان في كامستري كان في كتير كامستري وهيدا أكيد المشاهد بيشوفه يعني ولا ممكن صدق أنا إذا ما كان في كامستري بينما سنين العالم ما تشوفه يعني نحنا ورا الكواليث كيف كنا نعكس على الشاشة وأكيد عنده مقاومات النجاح عنده إنتاجه الكبير عنده الإخراج عنده المناظر الحلوة عنده كل التفاصيل عنده المحطة اللي عم بين عرد عليها عنده التوقيت الأسامة كله على بعضه لازم ينجح بس هو كتير ضوه يعني حتى بيعتبروا أنه بيعتبروا ظاهرة يعني ما تقارني يعني ريتا ممكن تنجحي وين ما كان هلأ ما تقارني بستيلته يعني هو بمطرح والباقي كله بمطرح بيزعلك هيدا الشيء أنه أنت حدا ببلش تمثيل من 2012-2013 طلّيت بفوزير مع سامر المصري طلّيت بأكتر من المسلسلات إيه زمان زمان إيه زمان زمان إيه أنت بعد بفوزير يعني كان عندي كتراجة طويل في ناس بفكروا أن أنت جديدة على التمثيل ولهذا ذكرت الناس عطول مثل السمكة ذكرتنا قصيرة يعني أنا حتى بنجحاتي قبل يعني عملت أعمال مسلسلات مثلا عشر عبيد صغار قالوا لي نجح كتير وكتير أخد ضجة بالشارع اللبناني قالوا لي أول مرة بتمثلي قلتون لأ طريق رغدة نجحت كتير بطريق وكمان أول مرة بتمثلي لا يعني كل مرة بيقولوني أول مرة ليش برأيك صعب كان تبسمي بأنك ممثلي بس كل العالم بيقوله أول مرة في ناس بيكونوا مش حاضرين لشي بس ليه منحس ريتا خلينا نكون حقيقيين ليه منحس أنه لما بيجي الممثل أو بيجي الشخص اللي هو تحت الضو بيدخل عالم التمثيل وما عنده دراسة تمثيل بالخلفية كأنه ما بيخدوه بجردية لو كان موهوب أكيد وهي دي كمان تحدي كان بالنسبة لي أول شي كان عندي التحدي اللي عم تقولي أنه أنا ماني خريجة معها التمثيل فدايما بيخدوك أنه يجربة وتاني شي لأنه جاي من دومان تاني أنه أنا الموديلين تحطيناها جاي من الأعلام يعني أنا أثبت حالة من الأعلام كنت لنس الموديلينج هلأ بالتمثيل لنس الأعلام مع أنه أنا بعدنا بالأعلام بس أنه أعلامية فيتة على التمثيل فضل بي راسه نحنا بنعرف ريتها أعلامية فيتة على التمثيل هاي بال2012 عم بحكيه فلا ترجع تسبت حالك بمهنة جديدة ويصدقوك بتاخد سنين يعني بدي تاخد ما أنا أسأل اليان بس تاخد سبعة سنين ساعة بتاخد سنوات لتسبت أنه يصدقوك يصير ويصدقوك هلأ أكيد صدقوني وكتروا ليش بس منورة استيلاتو كان بمثيله هلأ أنا بدي أرجع على نقطة هو استيلاتو نجح كتير كتير وعمل لي بصمة بس هو مش بس بأدوراتي علي التمثيل هو الدور اللي بقلي وفرجها هيك اسم جزء إذا بدي يعني قارت من كاركتاري أنه أنا بنكيت بس أنه أنا تمثليا أثبت حالي بكتير أعمال وهلأ بالخائن رح أثبت حالي كمان نورة حتثبت حالي يعني أنا كل عمل بيكون في أثباتي جديد بس هو استيلته بمطرح تاني وعطيني بصمة هو كله على بعض تعرف البطولة الجامعية أوقات بتظلم الممثل لأنه بيبقى النجم هو العمل أغلب الوقت بينما البطولة السنائية أو الرباعية اللي بديك هون بقى بيصير فيه مين بيبروز مين بطل العمل مين لا أنت خطة اثنان بأكتر من مسلسل رح أخد يعني الأكتر انتشارا إذا بديك استيلته حكينا عنه طريق طريق كان عنديك فرصة كتير كبيرة مع شركة مع نجمين عابد فهد ومدينة نجام وعملته مسلسل طريق ليه ما استفدت بهيد الفرصة تكملي مع نفس الشركة خاصة أن الشركة بتنتج كتير أعمال ولا بصراحة بوقتها شركة الصباح قالت لي أنت معنا يعني حسب حساب أنه أنت من عمل لعمل معنا بس هن رجعوا طلبوني لضيفة بعمل تاني بس يعني مع أنه هن كانوا مبسوطين كتير بنجاحة كتير يعني أخد نتيجة حلوة رغدة بطريق ما بعرف بزعل كل موضوع يعني مش آه بزعلني أكيد بزعلني لأنه حطيت أمال وهو بالحياة لما تشتغلي صح وتعطي نتيجة حلوة فهو بسفور لوحده فإذا حسيت أنه المقابيلي ما بدوا يستفيد من هذا البسفور حسنا حدا غيره بيستفيد مالك عينة قوية ري تقوية قوية يعني ما في شي بيكسرك بالعين يعني هاي شغلة بسيطة إن شاء الله ما في شي يكسرني إن شاء الله الله يضل حدي لأنه ما في حدا قوي بالمطلق في عنا لحظات ضعف كتير لحظات هيك إرادة بتخونني وأنا حساسة كتير كتير عالمواقف وعالكلمة وببكي في ناس بيفكروا هاي القوية إنه أنا آسيا أنا كتير ضعيفة وأنا قوية يعني الاثنين أنا ضعيفة وأنا قوية بس تعرفي يعني أنا شخص إذا تسألي إخواتي الأكبر من الصغيرة بالبيت بيقولوا إنه بتحمل مسؤولية من أنا وكتير صغيرة طبعي إنه شخص ملتزيم بيتحمل مسؤولية بس الحقيقة خلتني عن جد من أنا وكتير صغيرة إنه رحت على زواج مبكر وعلى أولاد على عمر كتير صغير طبعا فتحملت مسؤولية وحتى كمان طلاقي على عمر صغير وأخذت أنا حضانة البنتين أكيد أنا بدي يعني وأخذ قرار إنه أنا بدي خليهم قد يعني قدمة فينه إنه ما يتأثروا بهذا الوضع لأنه هؤل قرارات وهن مفروضة عليهم زواج هن مخصون فيه أنا جبت هن مخصون وأنا طلقت هن مخصون فممنوع هن يتأثروا ممنوع ينقص عليهم شي وممنوع ما يطلعوا ربا ينصح فهي كانت مسؤولية كتير كبيرة وممنوع نكسر قدام هيا كانت كتير هلا بتبكينا كتير كانت حساسة بالنسبة لألي لا بالحكي ولا بالفعل ما بد بنات تنكسر صورتي قدام فكتير هيدا كانت تحدي قوي لألي من أبسط الأمور مش يمكن عملت أكسيدان على الطريق هول الأكسيدان العادة وتشارعنا مع بعضنا مع هيدا طلع راس علي لا ما في طلع عراس علي قدام بناتي يكسرني إنه مامي مسألك هك أو مامي هيد المامي بالمدرسة مسأل صار شي وقجوا بكينين إنه ها لا يعني في وحش كاسر بيروح خاصة عستفي وميشيل ممنوع الغلط معهم بالمدرسة صاروا حافظين صار شي بيعرفوا تاني يوم في مجزرة بالمدرسة ممنوع وحش كاسر ما في ما في نسونة ما في مشهورة مش مشهورة أمهم بيعرفوا بقلهم ممنوع وهن مغلطوا يعني أنا عارفة بمطرح إنه في قوانين بقلهم هؤل قوانين أنتوا اشتغلتوا أكتر يعني إنه هيدا القنون إذا كسرتوا مثلا في طردة بجاكات غير لون ما فيكن تتطرفوا مع هيك في قلة تهذيف في قلة شطارة إنه أولاد كتير شاطرين كانوا كتير مهزبين فسوري ممنوع تدقوا بناتي